ورق داشت ويمكن ورق داشت ده الورق اللي احنا ممكن نستغنى عنه ويكون ورق قديم بس لما بنرجع له بنلاقي فيه حاجات مهمة ممكن تفيد حلقة جديدة من ورق داشت الحلقة النهاردة اسمها نومبر ون شيء غريب جدا ان على صفحات الفيسبوك دايما بنلاقي كل واحد متصور وعامل كده بيقولك انا نومبر ون طيب انا بعتبر ان هذه النوع من الصور ان اشخاصها او يعني ان احنا لازم نبتعد عن هذا النوع من الصور لان ده انا بعتبره مرض انرجسي اللي بيعني حب النفس والانانية وده اضطراف الشخصية حيث انها تتميز بالغرور والتعالي والشعور بالاهمية ومحاولة الجاسب على حساب الاخرين وانا بسميها ايضا نظريت اللي بلاد واحد عايز يطلع وخلاص وانه يوصل على حساب الاخرين وهنا فيه اسطورة يونانية قديمة تتحدث ان نيركسوس كان شخصا اية في الجمال وقد عشق نفسه جدا لدرجة انه مات حينما رأى وجهه في المياه يعني الرجل كان حاجة فضيعة بيحب يعني مش ممكن ياه مات من كتر لما لقى نفسه كده الجميل واحد الافلام السينمائية المهمة في تاريخ السينما المصرية وهو فيلم المراية بطولة نجلاء فتحي ونور الشريف وكوكبة اخرى من النجوم وده انتاج سنة 1970 اشترك فيه واخراج المخرج احمد ضياء الدين اشترك في هذا الفيلم الفنان عبد المنع مبراهيم والفنانة زوزو شكيب وفي المشهد الشهير الذي كان يقوم به عبد المنع مبراهيم بدور العريس المنتظر اللي جاي تقدم للفنانة نجلاء فتحي فطبعا زوزو شكيب كانت دايما تغذي افكارها انت مفيش غيرك انت مفيش زيك انت بص في المراية ده انت جميلة هيجي سيد سيد وياخدك والعريس المش عارف هعمل ايه فطبعا كان العريس عبد المنع مبراهيم على مستوى عالي جدا من الثقافة والاطلاع ولما اتكلم معها لانها لقاها انها لا تتعلم ولا تدرك وانها غير مثقفة فطبعا ده خلاه يعزف عن اختيارها كعروسة للمستقبل و علشان تبقى نمبر وان لازم تعرف ان في حواليك نمبرات وان كتير الكرة لعبة جماعية وعمر ما يكون فيها لاعب قوي جدا او شاطر جدا ويقدر يحقق اهداف بدون فريق متكامل جيد وايضا في مجال العمل لا نرى انسان متميز جدا الا اذا كان معه فريق عمل متعاون سيب الناس تختارك نمبر وان سيبهم يحسوا ان انت نمبر وان وكون باخلاقك نمبر وان